اسم التجربة التحليل الكهربائي الهدف من التجربة ملاحظة عملية التحليل الكهربائي عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة عدم ملامسة المحاليل الكيميائية الناتجة وغسل اليدين قبل تنفيذ التجربة وبعده أدوات التجربة خمسة ميلي لترات من محلول يديد البوتاسيوم تركيزه واحد بالعشرة من المولر خمسة ميلي لترات من محلول النشا سلكان نحاسيان مكشوفاء الأطراف بطارية تسعة فولتات كاشف الفينولف ثلين طبق بتري ساق للتحريك خطوات إجراء التجربة نضع محلولي يديد البوتاسيوم والنشا في الطبق ثم نضع بضع قطرات من كاشف الفينولفثلين نصل إحدى نهايتي السلكين بالبطارية ثم نغمس الطرفين الآخرين في المحلول ثم ننتظر بضع دقائق فنلاحظ تغير لون المحلول النتائج التحليل الكهربائي عملية تستعمل الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل كيميائي تكون اليود على أحد الأقطاب لتفاعله مع النشا وظهر اللون الكحلي الغامق بينما تكون الهايدروكسيد قاعدة على القطب الآخر كما يوضحه تغير كاشف الفينولفثلين إلى اللون الأحمر الوردي ترجمة نانسي قنقر